انطلقت النسخة الجديدة من الألعاب الأولمبية الشتوية في دورتها الرابعة والعشرين بالصين والتي تقام في الفترة من الرابعة إلى العشرين من فبراير الجاري بمشاركة 91 دولة من مختلف قارات العالم كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وصل إلى العاصمة الصينية بيكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث الرياضي العالمي الضخم تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جي بينغ ذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين غادر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة الصينية بيكين بالمشاركة في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بيكين تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جينبينغ مع عدد كبير من زعماء العالم وتعكس زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بيكين عمق الروابط التاريخية التي تربط مصر والصين ومدى الحرص على تعزيزها في كافة المجالة حيث تشهد العلاقات المصرية الصينية تطوراً ملحوظاً على كافة الأصعدة سواء الاقتصادية والسياسية والثقافية وكذا الرياضية ولدى وصول سيادته إلى العاصمة بيكين كان في استقبال سيادته كبار رجال الدولة الصينيين وكذا أعضاء السفارة المصرية في بيكين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة